السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم أحبابي في الله اليوم إن شاء الله سنرى الفرق بين الرواتب والنوافل الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائل وهي ركعة قبل الظهر وركعة بعدها وركعة قبل العصر وركعة بعد المغرب وركعتين أو أربع بعد العشاء لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو أربعا قبل الظهر رواه البخاري ولقوله عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة وقوله رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمدي فضل النوافل يعني لنوافل الصلاة فضل كبير حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته رواه الترمدي أحبابي في الله لماذا نصلي النوافل ما الغاية من النوافل أو ما هي حكمة النوافل الحكمة في النفل أنه يجبر الفريدة إذا نقصت فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أسمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريدته من تطوعه ثم توخذ الأعمال على ذلك رواه الحاكم وقت النفل يعني الليل والنهار كلاهما ضرف للنفل المطلق ما عدا خمس أوقات فلا نفل فيها يعني لا يجوز للمرء أن يصلي النوافل في هذه الأوقات هذه الأوقات خمسة وهي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ثالثا عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال رابعا من بعد زوال العصر إلى الإسفرار خامسا من الإسفرار إلى غروب الشمس ويؤكد هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حيث قال لي عمر بن عبسة وقد سأله عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلف إن الصلاة مشهودة محضورة محضورة أحبابي في الله يعني هذه الصلاة مشهودة ومحضورة يعني تحضرها الملائكة يعني تحضرها الملائكة وتشهدها هل أجلس في النوافل أم أصلي قائما يقولون يعني يجوز التنفل من قعود يعني غير أن للمتنفل القاعد نصف مال المتنفل القائم من الأجر فقط وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة رواه مسلم وأبو داود أحبابي في الله هذه صلاة التطوع فيها أنواع التطوع فيه أنواع من أولا تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ثم صلاة الضحاء الضحاء حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يا ابن آدم ركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره رواه الترمدي ثم تراويح رمضان وصلاة ركعتين بعد الوضوء ثم صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ركعة التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لا غفر الله له رواه الترمدي ثم ركعة الاستخارة تاسعا صلاة الحاجة عاشرا صلاة التسبيح وسنتطرق إن شاء الله لتفسير أنواع التطوع هذه الصلوات التي ذكرناها في فيديو قادم وحتى لا أطيل عليكم أحبابي في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر